ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الذي يؤكد على الممارسة الديمقراطية ويعكس الإنجازات الحضارية والسياسية والأسس القوية والمتينة التي تصب في مصلحة بناء حاضر ومستقبل الوطن هذا وقد أكد سعارة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن السلطة التشريعية أقرت 47 مرسوما بقانون و70 مشروعا بقانون مقدما من قبل الحكومة و18 مشروعا بقانون مقدما من قبل السلطة التشريعية بالإضافة إلى 85 اقتراحا بقانون محالا إلى الحكومة وقد رطت مجملها قطاعات حيوية عديدة أبرزها قوانين استدامة الصناديق التأمينية والتقاعدية وقانون زيادة المساعدات الاجتماعية وفي ذات السياق فقد حرصت الحكومة على حضور جميع الاجتماعات في المجلسين من أجل بلورة الموقف من مختلف التشريعات المعروضة على طاولة النقاش باللجان المختصة ما يؤكد التعاون الإيجابي والتمسك بالإنجازات والمكتسبات لضمان مواصلة الإنجازات الوطنية وجعل مملكة البحرين في مراتب متقدمة لضمان استمرارية العمل بروح الفريق الواحد في وضع أفضل الخطط والبرامج والمبادرات والمشاريع الحيوية التي تنعكس إيجابا على التنمية بمملكة البحرين وخلال الفصل التشريعي الخامس شهد هذا التعاون تكاتف أقوى بين السلطتين مكن القطاعات المشمولة من إبراز إنجازاتها وحل مجمل القضايا التي تهم السلطتين وإيجاد القوانين واتخاذ القرارات وتنفيذ الخطط والبرامج التي تصب في تحقيق مزيد من التقدم والإزدهار لمملكة البحرين إلى ذلك فقد نتج هذا التعاضد عمل متكامل إن عكس بشكل واضح على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من القطاعات المهمة ويأتي ذلك استمرارا للجهود المبذولة لتحقيق الخطط الوطنية وتوحيد الجهود للبدء في تحقيق التطلعات للمراحل المقبلة بكل سلاسة طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين